الآن بالنسبة لحاسي خليفة تعد دائرة من أكبر المقاطعات الزراعية في الجزائر اشتهرت بزراعة الفول السوداني منذ الثمانينيات كزراعة معاشية اليوم تحولت إلى زراعة اقتصادية انتهجوها الشباب بمساحات كبرى جابوا انتاج بمعدل ولاية الواد اليوم ريفيها تقريباً 3.000 هكتار متواجدة عندنا بالمقاطعة هذه 2000 هكتار المردود المتوسط للهكتار 40 قنطار الانتاجية لولاية الواد كل فاق 83.000 قنطار سنوياً كزراعة صناعية بحكم انها يعني من الكماليات الفلاحين قدروا يديروا انتاج نشكرهم على المبادرات انتاحاً من الدولة الجزائرية ترفقهم بحكم ان الكوكاو هذا روي كفي تقريباً روي كين شبه اكتفاء وطني من هذه المادة الفلاحين يتشجعوا زيدوا المساحة ولكن رسالة اخرى حماية المنتوج الوطني اساسنا ننتج نسوق في احسن الظروف الفلاحين الطالبين ايصال معلومة انها قال لك احنا نديروا انتاج ما نخسرش ما تجيبوا الناس من الخارج اذا في اطار ايجاد بدائل اقتصادية خارج المحروقات ترجمة نانسي قنقر